انتهت اليوم عملية تدريب أول مجموعة من كوادر نشر الثقافة الرقمية بمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية كانت المبادرة بدأت في خمس محافظات هي القليوبية والغربية وبنسويف والبحيرة وسهاج وتم خلال المبادرة تجهيز مائة مع عمل رقمي في مدارس المحافظات الخمس وتدريب كافة طلاب ومعلم المدارس المائة على أساسيات التكنولوجيا الرقمية وتتوسع مؤسسة حياة كريمة في نشر الثقافة الرقمية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة من طلاب ومعلم مدارس التعليم بجانب تدريباتها التكنولوجية المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطة المؤسسة لبناء الإنسان والسعي إلى إكساب المواطنين مهارات التكنولوجيا الرقمية الحديثة